هذا وتبعت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوت عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية أم القصور التابعة لمركز منفلوت وأشارت المؤسسة لأنه تم إنجاز عدد من المشروعات هناك ومن أبرزها مجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ تصل إلى 70% ومجمع الخدمات الزراعية الذي اقترب من مرحلة التسليم ونقطة الإسعاف التي وصلت تنسبة عمليات التنفيذ فيها إلى 90% بالإضافة إلى المجمعات السكنية